موسيقى الداخلية تهدد بترحيل المشاغبين بشأن المظاهرات الفلسطينية الخارجية تؤكد مقتلان مساويين اثنين في اسرائيل اتهام شابين من سوريا بإطلاف علم اسرائيل أمام مبنى بلدية لينز مهرب فلسطيني يتسبب بمقتل سبع تلاجئين من سوريا وتركيا في ألمانيا بلغاريا تعاملوا على إقناع النمسا للانضمام إلى منطقة شنجن واثنين وأربعين بالمئة من المهاجرين في النمسا عاطلون عن العمل تفاصيل النشر على النمسا ميديا أهلا بكم أوضحت وزارة الداخلية النمساوية بشأن المظاهرات المناهضة لإسرائيل أن طرد المشاركين يتطلب أحكاما قضائية خاصة للحاصلين على حق اللجوء وأشار البيان إلى أن مكتب مكافحة الإرهاب يفحص ملفات المشاركين بعناية فائقة وأوضح بيان الوزارة أن المتظاهرين المواطنين لن يطردوا ما لم يحصلوا على جنسية أخرى أو تاركوا في نزاعات خارج البلاد أما إجراءات إلغاء الإقامة فتتوقف على أحكام جنائية قانونية منزمة مثل التحريض على الكراهية يذكر أن جمعيات فلسطينية دعت لمظاهرة جديدة غدا السبت في الحي العاشر عند الساعة الثالثة علنت وزارة الخارجية النمساوية عن مقتل مواطنين آخرين في إسرائيل جرأ هجوم الفصائل الفلسطينية ليرتفع إجمالي القتلى النمساويين إلى ثلاثة وقالت وزارة الخارجية أن المواطنين الاثنين أصيبوا بسبب العنف الفلسطيني وسابقا أعلنت الوزارة عن مقتل مواطن نمساوي آخر مزدوج الجنسية وأعرب الرئيس النمساوي فاندابين والمستشار نيهامر عن استنكارهم الشديد للأعمال العنيفة والفضائع التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط مشددين على ضرورة وقف دوامة العنف ومنع تصاعد التوتر حددت المخابرات النمساوية هوية مشتبهين من سوريا بأعمار خمسة عشر وسبعة عشر قاما بإطلاف عالم إسرائيل أمام القصر القديم في مدينة لينز في النمسا العليا وقدمت الشرطة بلاغا ضدهما للنيابة بسبب العمل التخريبي بدوافع سياسية وحذرت السرطات من نقل الصراع من الشرق الأوسط إلى شوارع النمسا مؤكدة على التعاون مع الجماعة اليهودية والفلسطينيين لضمان الأمان وشددت الشرطة على أنها سوف تمنع التظاهرات المعادية لإسرائيل وقد أعدت خطة أمان شاملة لضبط الوضع وقع حادث سير مروع في ألمانيا منطقة بفاريا صباحا اليوم الجمعة أسفر عن مفاتي سبعة أشخاص بينهم طفل وإصابة آخرين وتسبب مهرب بشر فلسطيني مقيم في فيينا بالحادث الأليم بعد محاولة فراره من الشرطة الألمانية حيث انحرفت السيارة عن الطريق السريع رقم أربعة وتسعين أثناء محاولته الهروب من الشرطة وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن سبعة أشخاص وإصابة العديد وجميع الركاب البالغي عددهم ثلاثة وعشرين شخصا هم من الجنسية التركية والسورية وقد تم نقل المهرب إلى المشفى تحت مراقبة الشرطة قام رئيس البرلمان النمساوي فولفكانك سوبوتكا بزيارة للحدود الخارجية في بلغاريا بين الاتحاد الأوروبي وتركيا لمكافحة الهجرة غير القانونية وقد تلقى دعوة يوم الثلاثاء الماضي بدعوة من نظره البلغاري روسين شيليا سكوف حيث تسعى بلغاريا لإقناع النمسا بأن الحدود البرية التي تشارك فيها تخضع لحماية جديدة ولذلك تم اعتماد مراقبة محسنة بواسطة أجهزة فيديو وكاميرات حرارية وطائرات بدون طيار وتأتي هذه الزيارة في سياق تقييم الجهود التي تبذلها بالغاريا للانضمام إلى منطقة شينجن في العام المقبل كشف مكتب العمل في النمسا عن ارتفاع عدد الباحثين عن العمل إلى أكثر من ثلاثمائة وعشرين ألف شخص حتى سبتمبر الماضي معظمهم من النمساويون ويشكل النمساويون ثمانية وخمسين بالمئة من الباحثين عن عمل والباقي من المهاجرين ويأتي السوريون في المركز الثاني بنسبة سبعة بالمئة والأتراك والصرب والرومان في المراكز التالية وتسببت الأوضاع الاقتصادية والتسريحات الوظيفية في بعض الشركات في هذا التصاعد حيث انخفض معدل البطالة بين النمساويين وارتفع بين اللاجئين خاصة السوريين نهاية النشرة أشكركم على حسن المتابعة مزيد من التفاصيل تجدونها عبر تطبيق انفو جرات كنت معكم أنا هيفا ألقاكم في نشرات لاحقة نهاية أسبوع سعيدة بأمان الله اشتركوا في القناة